المناة النهاردة هو ديت سي واللي بتفكر فيه بنتين انهم يقوموا برحلة غريبة واللي ممكن تكون اسوأ رحلة في حياتهم كلها بعد لما بتحصل لهم احداث في وسط البحر واللي هتكون سبب في نهاية حياتهم بس كل ده هيحصل ازاي ده اللي هنشوفه في المناة بنبدأ الفيلم مع كاياة وهي بتحضر فطار لاخوها الصغير بعد لما بتموت امهم وبيكون هم اللي اتنين عايشين مع ابوهم واللي كان عنده صدمة من موت امهم وبتضطر وقتها كاياة تسيب اخوها الصغير مع ابوها وبتقول له انها رايحة مع صحبتها ومش هتتأخر تبدأ توصي وقتها على اخوها وانه يخلي باله من دواء السكر بتاعه وبعد شوية بتقابل كاياة صحبتها تيسا واللي كانوا اصحاب من فترة كبيرة جدا اخدها تيس وقتها وبتعرفها لاصحابها الجداد اللي كان منهم حبيبها جوليان يبيعرفها بصديقه جوليان يبيفجقوها وقتها انهم يقوموا برحلة لجزر البهامس طبعا كاياة ما كانتش تعرف انهم يقوموا بالرحلة دي بس بتقدر تيس انها تقنعها ده السبب اللي بيخليها تتصل بأخوها وبتقول له انها تتأخر شوي للأسف كاياة ما كانتش تتخيل الرحلة دي هتسبب لها ايه تحاول وقتها تيس تخفف عنها وبتفاهمها انها محتاجة الرحلة دي بمعنى انها محتاجة تغير جو بتوعيدها انها ترجع من الرحلة مبسوطة قوي اول لما بيغيروا هدمهم بيكتشفوا انهم يقوموا بالرحلة ويروحوا لجزر البهامس عن طريق الجيت سكي بيبدأ زاندر ياخد تليفون كاياة عشان يمنعوا من سقود في المياه وبأقصى سرعة بعدها بيتحركوا للجزر وبعد مسافة مش طويلة بيقدروا يوصلوا لجزر البهامس بيناك بيقدر زاندر يعترف كاياة انه معجب بيها وبعدها على طول بيحاولوا يستمتعوا بأكبر قدر من وجودهم في المكان بيبدأوا انهم يكتشفوا كل الكهوف اللي موجودة طبعا بتقدر كاياة تقرب من زاندر اكتر في نهاية اليوم بيقرروا انهم يرجعوا للشوت مرة تانية للأسف هم راجعين بسبب صرايتهم الجنونية بيقدروا يسيطروا على الجيت سكي وبيغبط الموتسكلين في بعض وبيقوا بعدها الأربعة في البحر بيتصاب زاندر اصابة خطيرة في دماغه وللأسف مش بيلاقوا صاحبهم جولين وتعدي فترة كبيرة عليهم هم موجودين في البحر وكمان بتبدأ اسماك القرش انها تقرب منهم الحسن حظهم بعد شوية بتقرب منهم مركب سيد وبصرعة بيقرب منهم صاحب المركب وبيحاول ينقزهم طبعا وقتها بتكون اصابة جولين خطيرة وقتها بتبلغ السياد كاياة ان ليهم زميل ثالث وللسا ملقوش في البحر بتاعتها بيسألها هو حد معهم تاني فبتجاوبوا لأ وعدها بتقوله انه ممكن يتصل بالمساعدة عشان يجيوا يساعدوهم وبيبدأ رأي السياد يخيب عنهم وبيجيلوا شوية افكار بالوقت ده بتقوم تاس وبتحاول تجيب لهم مية بعد شوية بتبدأ كاياة انها تقلق على تسعة اللي بيخليها تسيب زندر عشان تطمن عليها وتخش جوا ساعتها بتقابل رأي السياد ولما بتسأله عنها بيقول لها انها في الحمام بترجع مرة تانية تسأله ان كان طلب المساعدة ولا لأ وقتها بيأكد لها انه عمل كده من بدري سفاجة بيبدأ رأي يخرج قطن من الخزانة بيحط عليها مادة غريبة وبسرعة بيبدأ يكتن بيها نفس قايا غاية لما بتفقد السيطرة وتنام وبيبدأ رأي يفتح التلاجة اللي موجودة على المركب واللي كانت مربوطة بسلاسل بعدها لطول بيتحرك في المركب واللما بتفوق قاياة بتتفاجئ انها موجودة في قاع المركب ما كانتش الوحدة لانها بتلاقي جنبها صاحبتها واللي كانت بتعاني من كدمة جديدة في جنبها لما بتحاول توصل للباب بتلاقي مقفول لما بتلاقي مخرج تاني بتلاقي هو كمان مقفول ساعتها بيلحظوا ان المكان اللي حواليهم فيه نقاط دم كتير وكمان فيه خربشة على كطع الخشب اللي موجودة هناك وطبعا ده خلاهم هم اللي اتنين مرعوبين وفي تاني يوم بتسمع قاياة سوق جاي من بره بيبدأ رأي وقتها يفتح الباب بنزلهم مياه واكل تحاول وقتها قاياة تستعطف رأي تقوله ان صاحبتها مصابة وكمان زندر انها كمان ليها اخ صغير وعنده السكر ولازم تروح له دلوقت لما بتلاحظ ان مش مهتم بكلامها بتبدأ تطلع السلم ده اللي بيخلي رأي يبدأ يزعق فيهم يقولهم ان المركب دي بتاعته وليها قوانانها عشان كده هيحتحرموا من الاكل والمرة التانية هيحتحرموا من المياه وبيرجع يقفل عليهم الباب مرة تانية وبعد وقت مش كبير بتبدأ كاياة تسمع صوت مرة تانية المرة دي بتتأكد ان فيه صوت قارب بيقرب عليهم فعلا بيطلع كلامها صحة وبيطلع ان فيه مركب بتقرب عليهم بنتفاجئ ان الشخص اللي على المركب بيستقبلوا راي وقتها بيطلع الشخص ده على المركب وبيبدأ يفحص زندر بيقوموا راي وقتها ان يجب له مياه عشان يشرب وبعدها لطول بينزل راي ومع الشخص الجريب اللي بيبدأ يسأله مين في الاتنين مصابة ساعتها بيقوله البنت علي مين ويبدأ وقتها يقرب منها ويحاول يكشف عليها بيبدأ يشخصها انها عندها كسر في القفص الصدري احتمال كمان وجود نزيف داخلي لما بيطلع على ظهر المركب مرة تانية بيدي الراي فلوس وبيقوله ان دي نصيبه من اخر عملية يقوله كمان ان فيه مهاجرين جايين ولازم ياخدهم ويفجأ وقتها وبيقوله انه تعامل مع محامي مشهور جدا ان المحامي ده محتاج فص كبد البنته ويدفع في المقابل فلوس كتير قوي راي وقتها كان كل همه الاشخاص اللي معاه بيبدأ وقتها يقوله ان الاشخاص اللي اتنين مصابين اما كايا فياخدها طازجة طبعا بنقدر نفهم انهم تجار اعضاء الشخص ده الدكتور وبيبدأ ياخد اعضاءهم طبعا كان اول واحد هيبدأ بيه هو زندر بتبدأ كايا تشوف اللي بيحصل له من فتحة صغيرة في الباب طبعا الاتنين كانوا منهارين تماما بس طبعا ما كانش في ايديهم اي حاجة يقدر يعملوها بس كايا وقتها ما بتيقس وبتبدأ تاخد حاجة تحاول تفتح بيها الباب التاني وعد لما بيخلصوا زندر بينزر راي عشان ياخد تسعة لما بتحاول كايا تمنعه وبيضربها لما بتفوق من الضربة بترجع مرة تانية تحفر في الباب عشان تخرق وبعد مجهود كبير منها بتقدر انها تفتح اخيرا الباب وقتها كان راي بيجه استيساء للعملية وكانت اول حاجة كايا تعملها انها تدول على جهاز الريديو بتحاول وقتها تطلب المساعدة ولما ما فيش حد بيرد عليها بتروح عشان تنقص صحبتها بس كايا كانت زكية لانها بتنزل لمطور المركب وبتحاول تبوزه وبترجع بعدها تدور على سلاح عشان تدافع بيها عن نفسها بغاية لما بتلاقيه مسدس اسهم بتبدأ تستجمع كواها بتخرج للدكتور اللي كان موجود لوحده قبل لما يقوم العملية لصحبتها وبتقدر فعلا انها تضربه بالسهم لما بتحاول تفك صحبتها بيدربها سيتيس وقتها كانت قدرت تفك نفسها بتمسك المشرة وبتكرر انها تضرب بيه الدكتور اكتر من مرة بغاية لما بيموت بعدها بيطلع رقي وبينصدم من المنظر اللي شايفه بتاع بيعرف ان الكياه هي اللي عملت كده عشان كده كتأول حاجة ان يخرب المركب اللي جنب مركبه عشان ما يقدروش يهرب و هو بيبدأ يدور عليهم على المركب ساعتها بيلاقيهم نطهم اللي اتنين من المركب بيعرف انهم بيفكروا يروحوا لمركب الدكتور لما بيحاول يشغل المركب بتاعته بيتفاجئ انها مش بتدور لما بينزل المطور بيلاقي ان كل الاسلاك مقطوعة في نص الطريق مش بتقدر تس انها تكمل بساعتها بتطلب من كايا انها تسيبها وتمشي السكايا بتوعدها انها ترجع لها مرة تانية بالمساعدة بتبدأ وقتها تحوم بكل قوتها لمسافة كبيرة غاية لما بتقدر توصل في النهاية لمركب الدكتور كانت اول حاجة تدور عليها للمرة التانية هو جهاز الراديو ده اللي خلاها تدوس على كل الزراير اللي في المركب تنجح فعلا وبتبدأ تطلب المساعدة بعد اكتر من محاولها بيرد عليها وبتبدأ تحكي كل اللي حصل لها بيبدأ وقتها الشخص اللي موجود في جهاز الراديو يشرح لها نعم عشان ينقذوها لازم يحددوا موقعها هيبقى عن طريق جهاز تحديد المواقع اللي موجود على المركب لما بتدور كايا في المركب بتلاقي جهاز لابتوب اللي كان موجود عليه كل جرائم الدكتور اللي كان من ضمنها صورتها الشخصية بترجع مرة تانية تدور على المنارة اللي عليت لها عليها وقت لما بتدور بتلاقي فلير جون قعدها لطول بتلاقي جهاز المنارة اللي قلت لها عليها بتقول لها انه عشان يشتغل لازم ترميه في المياه اول لما بتروح عشان ترميه بتسمع خطوات على المركب ده اللي بيخليها ترجع مرة تانية وتحاول تستخبه ده لان فعلا قدر راي يجي هو كمان على دار المركب المرة دي بيكون جاي عشان يخلص عليها ورغم كل ده بتنجح كايا انها تستخبه منه بترجع تطلع لسطح المركب ومعها الفلير جون للاسف بيكون راي موجود وراها بيمسك السكينة اللي معها وبيضربها في فطنها بس كايا وقتها مش بتيقس والاخر لحظة بتحاول تدافع عن نفسها بتحاول ساعتها تستغل راي وتخليه قرب منها عشان اول لما بيقرب منها وبيغير ما يحس بتضربه بالفلير جون في بقه طبعا ده كان كفاية انه يموت ابشع موته وفي اخر محاولة ليها عشان تنقذ نفسها بتحاول ترمي المنارة في البحر بصحوبة جديدة وبكل قوتها بتمسك المنارة بتفضل تسحف لغاية لما بتطلع فوق المركب كل قوتها بترميها في البحر للأسف المسافة ما كانتش قريبة عشان تقع في البحر وبتفكد كايا الامل الوحيد اللي كان ليها عشان حد ينقذه وبعد شوية بتدب رياح على المركب ده اللي بيخلي المركب تتهزى اكتر من مرة وساعتها المنارة بتعف المية اللي بتبدأ بسرعة تبعد اشارة عشان تتحدد مكانها اول لما بيطلع النهار بتوصل وسائل المساعدة عشان ينقذوهم لما بيوصلوا لها فعلا بتكون لسا بتتنفس كمان بيقدر يوصلوا لصحبتها تس اللي كانت هي كمان لسا عيشة وبتطم من وقتها كايا اول لما بتشوف ابوها واخوها بس الاكيد انها ارتاحت لما شافت صحبتها اللي كانت سبب في كل حاجة حصلت لها